ترأس معالي السيد علي بن صالح صالح رئيس مجلس الشورى أعمال الجلسة العشرين للمجلس في دولة الإعقادة الثانية من الفصل التشرعي السادس وبدأت الجلسة أعمالها بعرض البند الوارد في جدول الأعمال والمتضمن اختار المجلس بالسؤال الموجه إلى سعادة وزير شؤون البلديات والزراعة بشأن آليات وضوابط عملية توزيع حاويات جمع الملابس في المناطق السكنية ورد سعادة الوزير عليه بعد ذلك انتقل المجلس لمناقشة التقرير التكملي الأول للجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بشأن حقوق المسنين وأكدت اللجنة في تقريرها أهمية زيادة المزايا التي يحصل عليها المسنون من خلال إعفائهم أو منحهم تخفيضا لا تقل نسبته عن 50% على رسوم التي تفرضها الدولة تقديرا وعرفانا لما قدموه للوطن من خدمات جليلة وبعد الاستماع إلى مداخلات أعضاء المجلس قرر المجلس الموافقة على مشروع قانون بتعديل المادة التاسعة من القانون رقم 58 لسنة 2009 بشأن حقوق المسنين وأخذ الرأي النهائي على المشروع بصفة مستعجلة وإعادته إلى مجلس نواب لإعادة النظر فيه ناقش المجلس اليوم تقرير التكميلي لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون تعديل المادة التاسعة من قانون حقوق المسنين ووافق المجلس من حيث المبدأ على التوصية بعد إعادة صياغرة المادة الأولى منه الهدف من مشروع القانون هو زيارة المزايا التي يحصل عليها المسن في مملكة البحرين من خلال حصولها على تخفيض لا يقل عن 50% على الرسوم التي تفرضها الدولة وجواز إعفاء من بعض منها ويصدر بذلك قرار من مجلس الوزراء ترجمة نانسي قنقر